انا مينا يا عقوب دميانا ايمن طلعت تبع بنت خلتي خرجت الساعة 7 الصبح من بيتها راهت الكنيسة حضرت القداس تمام خرجت من الكنيسة علشان تروح الدرس بتاعها درس لغة عربية ووقت اللي هي بترجع فيه ما رجعتش طبعا في معادها الطبيعي فاهلها ايلقوا اتصلوا طبعا ان هم يتطمنوا عليها مع المدرسة اللي بتدي لها الدرس بتاعها قالت ان هي ما جاتش نهائي هي مختفية كده من مبارع من الساعة 7 الصبح لحد النهاردة كده حاليا ما رجعتش البيت لحد دلوقتي اللي هو واخدها او اللي خطفها دوت بيفتح الفيز بتاعها حاليا والواتساب وبينزل استوريهات لاستفزازات بيستفز الناس كلها اللي حواليه جميعا بينزل هي كويسة مش هترجع لأ هي مش هترجع استغاسة لرئيس الجمهورية بانتخالة قاصر عندها خمستاشر سنة يا جماعة خرجت مبارع من بيتها راحت الكنيسة وخرجت من الكنيسة عشان تروح الدرس بتاعها والحد النهاردة ما رجعتها جماعة بعد اذنكم شيروا الفيديو يدوت على اوسع نطاق شير يا جماعة وشيروا البوس اللي على صفحتي انا بانتخالتي مخطوفة وما رجعتش لحد النهاردة دميانا ايمن لازم ترجع ساعدوني يا جماعة دميانا ايمن لازم ترجع نتكلم نقول خطف القبطيات استهداف القبطيات اسلامة الارحام التغرير بالقبطيات الاختفاء القصري للبنات والسيدات القبطيات جهاد الارحام الاتجار في البشر كلها عنوين لجريمة واحدة هي استهداف القبطيات وتزوجهن بغير ارادتهن الحرة من مسلمين واخذ موجات موجات تعلو وتهبط موجات تعلو وتهبط وقد ارتفعت هذه الموجة في الشهرين الاخرين هذه الجريمة هي عبارة عن ظاهرة عمرها حوالي خمسين سنة خمسين سنة جراء منتظمة خطورة جريمة استهداف القبطيات في مصر انها بيتدخل فيها عناصر كتيرة متدخلة ومشاركة في هذه الجريمة في تطرف مجتمعي وتواطق مجتمعي ده واسع في مصر في مؤسسات دينية اسلامية رسمية بتتدخل في هذه الجريمة وتشجع هذه الجريمة وتعمل على زيادة هذه الجريمة خاصة الازهر في منظمات اسلامية متطرفة بتعمل بنشاط وبكسافة وبنشاط وبكسافة وبتخطيط وبتنظيم ضد النساء القبطيات في مصر في تمويل محلي وعربي في تواطق وتشجيع من الامن الوطني او امن الدولة او الامن الوطني انا عاوز اقول بدون اي مبالغة هناك عشرات الالاف من الاسر القبطية المنكسرة في الخمسين سنة الاخيرة نتيجة اختفاء بناتهن استغاثة الى رئيس الجمهورية صار اختي رئيس صار مختصية من يوم الحر قالت ريح الكنيسة رئيس وما رجعتش احنا عرفنا هي مع مين وروحنا امن الدولة وكلمناهم خانوا معانا وطردوا اهلي بنتك يا رئيس رجعها لأهلها احنا كانت دولة عائلية فيه ولما رحنا هجدوا اهلي بالحب وهجدوهم معلولهم بنتكو مسير مزاجة مع العلم ان الولد بقالوا فترة طويلة بيمشوا وراها وبيكري وراها وبينفوا وراها رئيس احنا حتى نشوفها اهلي بيموتوا بلد بحالها بتتضمن عائلة بحالها رئيس دي استغاثة من موخة صار ايوب توفي صار ايوب توفي سنة 21 سنة من اينا خطفت يوم 12-12 يوم الحد اللي فات من حوالي سبوع لما اهلها رحوا لأمن الدولة وقال لهم ده فيه ولد بيطارتها زيله شهور أمن الدولة قال لهم احنا عارفين احنا عارفين كل حاجة وعارفين من الخطفة عارفين من الخطفة بس مش عارف مكانها فيه وبهدلوا اهلها بيهدلوا الناس اي منطق اي منطق بقول كده امن الدولة عارف كل حلقة اليوم من حلقة مرة بسبب الظلم الذي يعيشه المسيحيون في الشرق فاليوم اتناول قضية مشهورة قديمة ومتجددة كل يوم وهي خطف البنات القبطيات واسلمتهن تحت التهديد وهنا لا اتكلم عن الفتاة المسيحية التي ربما تختار الاسلام بارادتها وهي ليست قاصر هذا مهم جدا وانما اقصد الفتيات القبطيات المخطوفات قاصرات كنة او غير ذلك هذه القضية قديمة وساندتها الدولة المصرية في عصور مختلفة بالتأكيد لدرجات متفاوتة قديما وحديثا حسب نوع وشكل الحكومة المتوأة لرجال الامن فيخمون الامن ويشتركون في حماية الخاطف بل هو تهديد اسرة الفتاة المخطوفة والتسريع في اجراءات الاسلمة وعلى كل ضحية من الفتيات هناك مبلغ من المال يدفع لهم زينا انتم شايفين كده السلفي مفتاح محمد فاضل مشهور بأدو يحي هو اشهر هؤلاء المتورطين في جرائم الخطف وتمويه هو معروف جدا لدى الامن المصري معروف نشاط الإجراني اللي بيقوم بي اقصد هذا الخطف تحديدا هذه الجماعات تعمل من خلال فتاوى خاصة تبيح خطف الفتيات القبطية طالما الامر في صالح الاسلام انتم شفتوا داعش ما هي زي هذه الجماعات الاسلامية لها فتواها التي تصدر في أسر اليزيديات القبطيات كله يخر ضن هذا المسمى الأسر وطالما هي أسيرة خلاص تبقى هي ملك اليمين يحل لهم فعل ما يريدون في ملك اليمين تخيلوا أن هذا يحدث اليوم في وحدة خطفت بنتي مريم وهيب يوسف عمرها 36 سنة معها بنتها جولي جوزيف عمرها سنة وشهرية مختفة يوم الثلاث الماضي وانخطفت على يد ناس بلطجية من بن سويف والأمن والمباحث عارفين مكانها ومكان الخطفين ومش عايزين يدون أي معلومات عنها ومحضر رقمه 1879 إذاري أرجوكم ساعدونا أشوف بنتي ولا إيها انشروا الكلام فاقول لكم بنتكو ولا زوجتك ولا أختك اطلع تكلم موسيقى كتبت كذلك في بعض الأمريكات في بعض الأمريكات